ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لكن علينا أن ننسى ما حصل وأن نتطلع للأمام فلدينا مجموعتنا رائعة وجمهورا ناشغوفا بكرة القدم وأكد رونار في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المغرب مع ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات على أن الجميع داخل المنتخب يتحمل مسؤولية الخلاف التي اشتعلت داخل المعسكر الإعدادي وأضاف المدرب الفرنسي وجدت أنه من الأفضل استبعاد لاعب من قائمة المنتخب قبل انطلاق المنضية للإفريقي بدل من الإبقاء عليه ثم الإضطرار لاستبعاده أثناء البطولة وشدد رونار على ضرورة نسيان الأزمات التي ضربت معسكر المنتخب خلال الفترة الماضية والتركيز على تحقيق لقب أمم إفريقيا وبخصوص تشكيلة المنتخب الوطني في مباراته الأولى أمام ناميبيا قال رونار بلا شك تعرفون العمود الفقري للمنتخب لكن هناك دائما مجال لبعض المفاجآت نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية